وعلى هامشي الاجتماع اجتماع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية يوم أمس بمعالي السيدة سوشما سواراجة وزيرة الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية الهند الصديقة التي تترأس خلالها وفد بلادها المشارك في الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندية وقد رحب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة بوزيرتي أشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية الهند مشيدا معالي بعلاقات الصداقة القوية والتعاون الوثيق بين مملكة البحرين وجمهورية الهند ومؤكدا معالي على عمق هذه العلاقات التاريخية وما تشهد من تطور ملموس على الدوام وقد نوها معالي وزير الخارجية باستمرار تبادل أزيارات بين كبار مسؤولية البلدين وما تحقيقه من نتائج مهمة تدفع بالعلاقات الثنائية المشتركة خطوات كبيرة للأمام على كافة المستويات وقد أثنى معالي وزير الخارجية على الجهود الإيجابية التي تقوم بها الجالية الهندية في مملكة البحرين وبإسهاماتها في عملية البناء والتنمية مؤكدا معالي حرص مملكة البحرين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين نحو أفاق أرحب وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات من جانبها أعربت معالي أسيدة سوشما سوراج عن سعادتها بالتواجد في مملكة البحرين وعن شكرها وتقديرها لما تحظى به الجالية الهندية في المملكة من رعاية واهتمام مشيدة بما تحققه المملكة من تقدم وتطور في كافة المجالات ما جعلها نموذجا تنمويا وديمقراطيا يحتذا به على الصعيدين الإقليمي والدولي ومؤكدا حرص جمهورية الهند على دعم التعاون مع مملكة البحرين كما تترق الاجتماع إلى القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الأولى للمنتدى العربي الهندي على المستوى الوزاري هذا وقام معالي الشيخال بن أحمد بن محمد الخليفة وسيدة سوشما سوراج بعد الاجتماع بالتوقيع على اتفاقية نقل المحكم عليهم بين مملكة البحرين وجمهورية الهند ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر